من جهته قال وزير الدفاع الامريكي جيم ماتيس يوم الجمعة ان الولايات المتحدة قلق من احتمال استخدام غاز السارين في سوريا وذلك بعد يوم من تحضير واشنطن من انها مستعدة لبحث القيام بعبل عسكري اذا لزم الامر لرضع نظام سوريا عن شن هجمات كيموية واشر ماتيس في افادة للصحفيين ان بلاده مطلعة على ما يجري وانها تحضر بان العودة لانتهاك اتفاقية حضر الاسلحة الكيموية ستكون عواقبه غير حكيمة هجوم بالغاز السام قد يكلف النظام السوري ثمنا باهضا بعد تقارير دولية تؤكد تورطه باستخدام الاسلحة الكيموية ضد المدنيين مرارا على الرغم من تسليمه المغزون السوري من تلك الاسلحة في 2014 هجوم جديد نفذه النظام على الارجح في مدينة حرستة الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية ما تسبب بوقوع حالات اختناق بين صفوف المدنيين وذلك في منتصف الشهر الفائت ما اقلق الولايات المتحدة التي اكدت ان ما حصل في حرستة يمكن ان يكون ضمن رحلة تطوير انواع جديدة من الاسلحة الكيموية في سوريا مسؤولون امريكيون اكدوا ان ادارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة للقيام بعمل عسكري مجددا ضد قوات النظام اذا اقتضت الضرورة من اجل ردعه عن استخدام هذه الاسلحة الترجحات الامريكية تشير الى ان الاسد قد احتفظ ببعض مغزون سوريا من الاسلحة الكيموية وان سمات بعض الهاجمات التي نفذت في الاوينة الاخيرة تشير الى ان النظام ربما يكون في مرحلة تطوير اسلحة جديدة وطرق اخرى لاستخدام مواد كيموية سامة بشكل يجعل تعقب مصدرها الاصلي مهمة صعبة المسؤولون الامريكيون شددوا ايضا على انه اذا ترك الامر دون رادع فسيقع مزيدا من الهجمات الكيموية الاصغر باعتبارها اداة رعب لتعويض الاسد عن افتقاره لما يكفي من القوات العسكرية لاستعادة بعض المناطق التي تسيطر عليها المعارضة الترجحات الامريكية هذه جاءت بعد ايام من تقرير سري نشرته رويترز للجنة اممية يؤكد فيه علماء يعملون لصالح منظمة حظر الاسلحة الكيموية بان عينات من الاسلحة التي سلمها النظام في 2014 تمت مطابقتها مع عينات اخذت من مواقع هجمات وقعت في خان شيخون وخان العسل وغطتي دمشق ما يؤكد تورط النظام بتلك الهجمات تحركات دولية متواصلة من اجل ردع مستخدمي الكيموي والتي كان اخرها مؤتمر باريس الذي ضم 29 دولة ومنظمة اكد خلالها لودريان على ان من يلجأ الى السلاح الكيموي فعليه ان يعرف انه سيحاسب يوما ما رغم تعطيل مجلس الامن في اشارة الى البيت المتكرر الذي تستخدمه روسيا لحماية حليفها في سوريا عشرات القراء والدلائل التي تثبت تورط النظام وداعش باستخدام اسلحة كيموية قدمتها لجان الخبراء الاممية وهو ما يؤكد عزم المجتمع الدولي على معاقبة مرتكبي تلك الجرائم مهما طال الزمان او بعد